السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديرو تحلية بدوق الكاغامل جد بسيطة والمادق تاحها يجي روعة نبدأ و بسم الله عندي لحنا تلت كيسان تالحليب سعة الكاس 240 حتى 250 ميلي لتر هاد الكاس تاني والكاس تالت نضيف عليهم تلت مغارف كبار بتاع الفلون بدوق الكاغامل هكا تلت مغارف كبار واستعملوا نوعية الفلون ليجي معا الكاغامل تاعو بسكم بعدها راح نسحقوهم ولا نسحقوها نضيف عليه زوج مغارف كبار تاع المايزينة المايزينة عمرو هاملح بهاد الشكل و نخلط بارد في بارد و نديرها على النار حتى يعقد لي الخالد و اذا لاحظتوا انا ما درتش كامل السكر يعني كتافيت بالحلاوة تاع الفلون و تانيك المكونات اللي راح نديروهم يعني يراهم حلوين مليح بالحلاوة يضيف زوج مغارف كبار تاع السكر في هاد المرحلة يعني كعقد لي الخالد تاعي راح نضيف عليه وحده كرام دي ساق يعني بدوق كرامل هادا ليجي فلون و نخلط كامل كيف كيف و الدور تاع لهاد الكخام دي ساق راح يخلي القوام تاع الكريمة تعنا تقعد كريمية يعني الخالد يقعد كريمي ميجمج شوي و الي يابس بس كونا عرفوا بلي الفلون يخلي الحاجات جي جامدة هكا نخلط مليح و في هاد المرحلة راح نقص نصف كاس هاد الكاس هاد الكاس 242 نقص نصف كاس راح نستعمله من بعد و نخليه يبرد و من الاحسن نديروه في كونجيلاتر و نجيب لي فيغين تاوعي و راح نفرغ بهاد الشكل انا هاد الكميه خرجت لي ربعتها هاد لي فيغين و يعني عمرتهم مليح كما راكوا تشوفو نخليهم يبردوا مليح باش نكملو وهنايا نجيبو هادك هادك سوس كا غامل شوفو لحنا ملاحظة جد مهمة انا ما خليتهمش بردوا كامل يعني غردرت لي هادك القشرة الفوقانية جيت ضفت هاد الكاغامل يعني من بعد خلي كامل ملتحت و لهبط لي كامل ملتحت يعني هاد خطأ و من الاحسن انتو ما ما توقعوش فيه مين داك حنايا كيصراونا هاد الاخطاء نوروها لكم باش انتو ما ما توقعوش فيها شوفو لازم الطابقة الاولى تبرد مليح لازم تكون بردة مليح باش هادك الكاغامل يقعد حاكم روحو اذا كانت سخونه شوفونا يهبط لي كامل حاكك يعني مجاج بينا بزاف مي من الاحسن هو كيكون يقعد طابقة راح يكون خير و خير و عندي الهنا مونغوتي عندي زوج حبات مونغوتي و راح نجي نديرهم ها كامل فوق يعني راح يمد مادقة روعة لتحلية تعنا و تقدرو تبدله بالقاطو ولا تقدرو تديرو طابقة من البانان انا حبيتها تكون اقتصادية حاكم شبابات مونغوتي راح يكفوكم يمد مادقة هايل لكي تلقاه هك شغل مشرب و تاني كتكونو تكلفت حلياتاكم هادوك هديك شوكولتلي في المونغوتي يعني جيكم بزاف ابنينه بهاد الشكل راح نخليهم يبردوا و نروح نوجدو طبقة اخرى نعودو نجيبو الكريمة لي كنا نزعناها في الاول شوفو يعني راهي جمدت نضيف عليها تلت مغارف كبار بتاع بودرة الشانتية تلت مغارف كبار ونزيد نضيف عليها تلت مغارف كبار بتاع الحليب ورح نخدمها بالباطر حتى نتحصلوا على كريمة تكون خفيفة بهذا الشكل تحصلوا على كريمة بزف بنينة هذا هو القوام ديالها شوفوا كيف شجي جي بزف بنينة ورح نديرها في هاد الابوش أنا استعملت هاد الادوي هاد الادوي جي شوية خشينة من نصحكم تستعملوا وحدة تكون رقيقة شوية هاكا نديرها من فوق ورح نزيد نضيف عليها شوية تاع السوسكا غامل وهاد الخطوة يعني ماشي ضرورية تحبو تديروها تحبو لالا تحبو ترابيو شوية تاع شوكولا من فوق يعني لكم الاختيار أنا كان عندي هاد السوسكا غامل زيادة ضفت هاها كامل فوق وهدا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي تحلية بالكا غامل جات ما شاء الله وحدة البنة هاي لا خلوها بركت برد مليح رح نقسمها لكم باش نشوفو كيف هجل قوام ديالها شوفو يعني الطبقة يجو بينين يعني هادك الكغامل وكان ما دابليش من تحت رح يجي شباب زيادة انتو ما خلو طبقة الاولانية تبرد هكا باش يجيكم هادك الكغامل من فوق ودي بزيف شباب وفي الاخير مع الياغين نقولكم صح رمضانكم صح صحركم سلام موسيقى موسيقى شكراً لكم